كما أكد رئيس هيئة قناة السويسة الفريق أسامة ربيع أن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب التي لا تقل خطورة عن أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن أتفال بيوم تفوق هيئة قناة السويسة هو منسبة للتأكيد على أن الهيئة قد نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب التي لا تقل خطورة عن أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن ومن المناسب هذا الصدد أن نشير إلى جملة ما تحقق من إنجازات بلغة الأرقام والإحصائيات رغم تحديات انشار فيروس كورونا المستجد مع ما ترتب عليه من أصابر مدمرة على العالم أجمع وهي ما نجحت الهيئة في مواجهته عبر العديد من السنوريهات فضلا عن تطبيق حزمة واسعة من الحوافز التسوقية كان لها أكبر الأثر في تجاوز المحنة بنجاح وتحقيق أرقام هي الأعلى في تاريخ الحقيقة قناة سويس الأمر الذي يشير بوضوح إلى إن النجاح في مواجهة التحديات كان نجاحا مضاعفا